وفي هذا الصدد أكد سعد كامل تركي مدير زراعة صلاح الدين أن محافظ صلاح الدين داعم لملف تسويق محصول الحنطة من خلال إنشاء ساحات وتسهيل إجراءات تسويق هذا المحصول بما يخفف من عب المزارعين الاجتماع مناقشة عدة محاور ومنها والأهم في هذا الموضوع هو الخطة الأساسية لاستيعاب الكميات المسوقة من محصول الحنطة لوزارة التجارة كان توجهات سيد المحافظ داعم لهذا الموضوع بفتح مراكز تسويق وفتح ساحات وشراء كافة التهيئة والاستعداد للاستقبال موسم الحصاد والتسويق في عمو محافظ صلاح الدين وزارة الزراعة وبالتنسيق مع محافظ صلاح الدين واللجنة الزراعية لدي خطط هادفة من أجل زيادة المساحة الزراعية في عمو محافظ صلاح الدين وبمختلف المحاصر وخصوصا المحاصر الاستراتيجية وهي الحنطة والذراع صفراء